أعلن استقالة من رئاسة الحكومة اللبنانية بعد بكير كتير حتى يلحكا باستيقال الحكومة إنها السابعة ونصف مساء بتوقيت العاصمة بيروت أهلا بكم إلى المسائية نبدأها بالعنوين مع مونير الحافي مساء الخير في عنويني هذه النشرة الحريري في القاهرة يجري مباحثة مع الرئيس المصري قبل قدومه إلى لبنان بس توصل بتنور لبنان لأنه بدونه لبنان معتم مظلم تحت شعار كلنا معك التحضيرات اكتملت الاحتفال بلقاء الحريري غدا وروحاني يصف الجامعة العربية بالمنظمة المترهلة وفرنسا تطالب حزب الله بنزه سلاحه واحترام سيادة لبنان يلي رح يكون هين هو تقبل مندوب بلومبانك عبر الفيديو تشات بلومبانك لي مع معك كيف ينساعدك بس يلي ما رح يكون هين تبينو تنينيتكم بالكادر بجيلي تبينو الطيارة مع هيك شعر تقنع عمك إنو مش وقت تدوء التبولة تعرفين عم بدقتون بالبنية لا ولا يهمك خد وقتك أستاذ اليوم بلومبانك بتقدم لك فيديو تشات فيك تقبل فيها أي مندوب ساعة لبدك مطرح ما بدك وكيف ما بدك اي بلوم تكنولوجيا بتسهلك حياتك غدا يحتفل لبنان بالعيد الرابع والسبعين لاستقلاله ويحتفل أيضا بعودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان في استقبال شعبي عند الواحدة ظهرا في بيت الوسط دعت إليه منسقيات ومصالح تيار المستقبل وكذلك جمعيات أهلية من مختلف المناطق اللبنانية الرئيس الحريري الذي وصل مساءنا للقاهرة أجرى محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويشارك غدا باكرا في العرض العسكري الرمزي الذي يقام لمناسبة الاستقلال قبل أن يستقبل المهنئين إلى جانب رئيسي الجمهورية ومجلس النواب في القصر الجمهوري وفيما حمل الرئيس الإيراني حمل الرئيس الإيراني حسن روحاني على جامعة الدول العربية ومقررات وزراء الخارجية العرب قبل اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون لفت الانتباه موقف وزارة الخارجية الفرنسية التي قالت إن باريس تنتظر من حزب الله أن يتخلى عن السلاح ويتعامل كحزب سياسي يحترم بشكل كامل سيادة لبنان البداية من القاهرة حيث أجرى الرئيس سعد الحريري هذا المساء مباحثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وللاطلاع على أجواء هذا اللقاء تنضم إلينا مباشرة من العاصمة المصرية موفدتنا مهى ظاهر مهى مسى الخير ماذا في أجواء لقاء الرئيس الحريري مع الرئيس السيسي نعم مونير نحن معكم مباشرة من هنا من قصر الاتحادية في القاهرة حيث لا يزال هذا اللقاء ينعقد منذ الساعة السابعة بين الرئيس سعد الحريري والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي استقبل الرئيس الحريري استقبالا لافتا بحفاوة بالغة هو لقاه عند المدخل عند قصر الاتحادية وكان ترحيب لافت بالرئيس سعد الحريري الذي كان وصف قبل أيام بأنه سيتوجه للقاء الصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالفعل كان استقبال لصديق ولزعيم وطنك الرئيس سعد الحريري هذه الحفاوة أيضا ستتمثل بابقاء الرئيس سعد الحريري إلى العشاء يقيمه الرئيس السيسي على شرفه هذا اللقاء يحضره وزير الخارجية سامح شكري ومدير المخابرات المصري اللواء خالد فوزي ومدير مكتب الرئيس السيسي اللواء عباس كامل هذا اللقاء يأتي في محطة هي محطة أساسية بين محطتين أساسيتين للرئيس سعد الحريري أي بعد عودته من باريس ولقاء الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون وقبل عودته إلى بيروت غدا هذه الزيارة تأخذ حيث مهم على اعتبار موقف مصر من الأزمة اللبنانية إن كان قبل استقالة الرئيس الحريري أو المواقف المصرية بعد استقالة الرئيس الحريري إذ أن الرئيس الحريري كان حضر إلى هنا قبل ثمانية أشهر وأكد على الدور المحوري والأساسي لمصر في هذه المنطقة كما سمع الرئيس الحريري يومها على ضرورة يعني على أولوية مصر في الحفاظ على استقرار ووحدة لبنان وهو أيضا ما كان سمعه الرئيس نبيه بري أيضا في الخامس من هذا الشهر يوم التقى الرئيس السيسي في شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم يوم قال بأنه يعني يحترم بأنه يؤكد على زيادة واستقرار لبنان وعلى أن لا يكون ساحة للصراعات الأقليمية هذا فضلا عن الرسالة التي حملها اليوم المفد الرئاسي المصري للسفير اللبناني هنا في القاهرة وهي للرئيس ميشيل عون من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي أكد فيها السيسي على احترام لبنان ومؤسساته الدستورية ودعم المطلق لكل ما يوحد اللبنانيين وأكد وقوف مصر إلى جانب لبنان في كل المراحل السياسية والتاريخية إذن نحن بانتظار أن ينتهي هذا اللقاء بين الرئيس السيسي والرئيس الحريري لنعلم إذا ما كان هناك كلمة قد يقولها الرئيس الحريري أو إن كان هناك كلمة باسم المتحدث باسم الرئاسة المصرية على كل حال تأتي هذه الزيارة في مرحلة مصيرية في المنطقة وفي لبنان كما ذكرت قبل توجه الرئيس الحريري إلى بيروت ونظرا لتدعيات الاستقالة استقالة الرئيس سعد الحريري ناقش خلالها الرجلان التطورات في لبنان والمنطقة ونحن بانتظار أن يصدر أي شيء عن هذا الاجتماع كما ذكرت مونير بأنه سيتوجب عشاء يقيمها الرئيس السيسي على شرف الرئيس الحريري شكرا مهى ظاهر حدثين مباشرة من القهرة سنكون معك في أي جديد وغدا وتحت عنوان كنا نطرين وهلا هو نطرنا يقيم محبور رئيس سعد الحريري ومناصره استقبالا شعبيا له في بيت الوسط وذلك عند الساعة الواحدة والنصف من بعد الظهر كيف هي التحضيرات لهذا الحدث التقرير لناهد يوسف ساعات ويلتقي الرئيس سعد الحريري بمحبيه في بيروت وكما غزت صوره شوارع المناطق اللبنانية كافة سيغزو اللبنانيون بيت الوسط مؤكدين كلنا معك الشارع يتحضر لوصوله إلى لبنان فماذا يقول أحلى تحي وأحلى سلام وأهلا وسهلا فيك في لبنان أنت رئيسنا وأنت اللي مخلى يعمل السلام بكل البلد الله يحميك وبدونك نحنا ما بنسوى شي بس توصل بتنور لبنان لأنه بدونه لبنان معتم مظلم بقول له الحمد لله على السلامة ونحبه كتير نحنا كلاتنا معه رئيسنا وزعيمنا وتجرسنا وإن شاء الله خير يا ربطاني خير لبنان بحاجة لألك والشعب لبناني كله بحاجة لألك أما في بيت الوسط حيث سيتوافد اللبنانيون عند الواحدة من بعد ظهر الأربعاء فالتحضيرات اللوجستية متواصلة لتنظيم التجمع وتسهيل تحركات المواطنين أربعة مواقف للسيارات في ساحة الشهداء تم تأمينها لتتمكن الوفود من ركن سيارتها والتوجه سيرا على الأقدام باتجاه بيت الوسط حيث سيكون محيطه مخصصا فقط للمشات وليس لسيارات مع الإشارة إلى أن طرقات العاصمة ستفتح عند الساعة الثانية عشرة ظهرا عند الانتهاء من العرض العسكري لعيد الاستقلال هذا الاستقبال للشعب طلبته الناس الناس متحمسة تتعبر عن محبتها وتأييدها للرئيس سعد الحريري والناس أكتر إذا بدك بدأ تأكد للرئيس سعد الحريري أنه فعلا عمل عندهم صدمة إيجابية بالشيء اللي عمله نحن كتيار مستقبل قلنا كلمتنا أنه نحن خلف الرئيس سعد الحريري قلبا وخالبا بكل شيء بيقرره بكرة الساحة للناس لتقول كلمتها وبالتالي بكرة الناس هتأكد للرئيس سعد الحريري شيء قاله هو أنه هو أغنى سياسي بلبنان حتأكد له أنه هو أغنى سياسي بلبنان بمحبة الناس الواضح من أجواء المناطق أنه الناس منى بحاجة لدعوة الناس عم تدعي بعضها والناس ناطرة بالدقيقة والثانية أنه بكرة تكون هون ببيت الوسط تتلتقى الرئيس سعد الحريري خلال التجمع سيطل الرئيس الحريري على الحاضرين ليلقي كلمة من القلب وإلى القلب هذه الساحات تمتلئ ظهر الأربعاء بمحبي الرئيس سعد الحريري بتحرك شعبي عفوي ليقول له كلمة واحدة اشتأني لك من بيت الوسط نهد يوسف تلفزيون مستقبل وعشية الاستقبال الشعبي في بيت الوسط بدأ الأهالي في بيروت هذا المساء مسيرات مرحبة بعودة الرئيس الحريري ولهذه الغاية تشهد منطقة قصقص الطريق الجديد في هذه الأثناء احتفالا مركزيا من هناك ينضم إلينا مراسلنا ربيع شنطف ربيع ما هي الأجواء في بيروت عموما وفي الطريق الجديد خصوصا نعم كما تشاهد منير فإنها فرحة عارمة هنا في طريق الجديد على المفرقات النارية التي أطلقت منذ بعض الوقت وأيضا الأغاني لم تتوقف أغاني وطنية هناك عدد كبير من المواطنين موجودين هنا هناك مسيرات سيارة في مختلف الأحياء البيروتية ينظمها طيال المستقبل وأيضا الأهالي كلهم يحتفلون بقرب عودة الرئيس سعد الحريري طبعا في ساعات المقبلة هم ينتظرونه لكي يعكدون له أنهم مع مواقفه مهما كانت وعينما كانت إذن هم ينتظرون قدوم رئيس الحليلي بفارغ الصبر هذه المسيرات بدأت منذ أيام وهي تتكسب شيئا فشيئا غدا هناك اللقاء الكبير والجامع في بيت الوسط عند الواحدة بعد الظهر ولكن يبدو أن المدينة لن تنام هذه الليلة هناك أيضا عدد من المواطنين كبير بدأ بالسيارة هنا من مختلف المناطق اللبنانية بحسب معالبنا على كل التطورات أكثر مع وليد دمشقية منسق بيروت في تلك المستقبل شو التحضيرات الأخيرة وعرفنا أنه فيه من المناطق رحيش بكرة طبعا مثل ما شايفين اليوم نحن عم نحتفل بعودة الرئيس الحريري خلال 24 ساعة على البلد ومثل ما شايف العالم مبسوطة بقلب طريق جديدة المنطقة الأحب على قلب رفيق الحريري الله يرحمه ومن هون حننطلق لكل أحياء بيروت لدينا سبع نقاط حيتم فيها الاحتفال بحضورنا مشان ندعي لبكرة الدعوة اللي الناس أجبرتنا فيها واللي الناس بدأيها لتنزل عبادة الوسط ولتعبر عن حبه وعن مشاعره تجاه الرئيس سعد الحريري ولتعبر عن أهمية وجوده بالبلد أهمية وجوده بقلب بيروت وبلبنان أهمية وجوده ليأمن استقرار ليأمن اقتصاد جيد ليأمن مثل ضماني للناس وضماني لكل شاب وصبيه ولأولادنا ولأحفادنا لحتى يقدروا يرضوا مستقبلهم بهذا البلد وبيروت وبلبنان ككل شكرا شكرا وليد إذن ساعات قليلة ويكون الرئيس سعد الحريري بيننا في بيروت وفي كل لبنان كل لبنان غدا سيأتي إلى بيت الوسط ليعبر عن محبته للرئيس سعد الحريري وعن وقوفه إلى جانبه على كل نحن سنوفيكم هذه الليلة بأي تطورات جديدة وسنكون معكم مونير شكرا ربي وفي الشمال والبقاع يتحضر الأهالي للمشاركة غدا في الاستقبال الشعبي في بيت الوسط معك لإنقاذ البلد شعار رفعه أهالي طرابلس وعكار والبقاع تزامنا مع التحضيرات المكثفة للتوجه إلى قلب العاصمة بيروت من أجل المشاركة في استقبال الرئيس سعد الحريري التحضيرات اللوجستية على قدم وساق فقد ارتفعت اللافتات والصور وعبارات الترحيب من أقصى عكار في وادي خالد إلى عاصمة الشمال ترابلس ومختلف بلدات البقاع لقاء وصفه أهالي الشمال والبقاع بلقاء الوفاء والولاء لرجل الاعتدال والسلام الرئيس سعد الحريري الاستقلال له رونقه وله طعم آخر غدا ولبنان كله يبتهج في عودة الرئيس الشيخ سعد الدين حريري نناشد العشاء العربية في لبنان وفي الشمال خاصة للتوجه لاستقبال دولته نهار الأربعاء لأن هذا البيت الوسط بيت الاعتدال بيت العز والكرامة هذه محبة الرئيس سعد الحريري عند الناس ويخطئ ومن يظن بأن الرئيس سعد الحريري شعبته كالتراجعة هذه سعادة الناس وهذا الوطن اللبنانيين جميعا بكل طواقفهم بكل مذهبهم لحيقولوا لسعد الحريري بتعبير لمحة مشهدية سياسية حيقولوا للرئيس سعد الحريري نحن مع ثوابتك نحن مع مشروعك المعتدل نحن ما فينا نشوف لبنان بلا وجودك ولا حضورك والنفس التي أنت ماشي فيه تلج بلد شتي نزلين كرمال الشيخ سعد طبعا منقل له نعطرينك ولبنان بلاك ما بيسوى شي أكيد نزلين نقول أهلا وسهلا بالشيخ سعد بيّن ألا بيّن أنه هو ضوانت لبنان وبيّن أنه هو الزعيم الوطني الموحف لكل الطواقف يقولوا أنه والله ما في حد للشيخ سعد نحن مع الشيخ سعد بطرولوس نحن مع الشيخ سعد للدم صار في عنا استقلال تاني بلبنان بمجلة الرئيس الحريري ورجعت الروح للعالم كل السوا ورجعت الحياة المريحة للناس نحن نطرين بفيري في الصبر نزلين كلنا بالباع لنستقبل دولة الرئيس الحريري ونوقف معه لدولة الرئيس وهذا شيء كثير فخر للبنان بعودته لأنه هو رجل الاعتدال وهو الرقم الصعب في لبنان أهالي الشمال والبقاع يتوقون للمشاركة في اللقاء المنتظر في بيت الوسط من أجل القول للرئيس سعد الحريري اشتأني لك ومعك لآخر المشوار مشوار البناء والنهوض بلبنان بعد القرارات الأخيرة لجماعة الدول العربية التي اتهمت حزب الله بزعزعة الأمن في عدد من الدول العربية ومنها اليمن طغى الملف اليمني على خطاب الأمين العام لحزب الله وقد لوحظ أن مواقفه الجديدة مناقضة تماما لمواقفه السابقة التقرير لربيع شنطف المتابع لخطاب أمين عام حزب الله حسن نصر الله الأخير لسيما في الشق اليمني منه يلمس تغيرا واضحا بمواقفه مقارنة مع ما كان يقوله سابقا لا العرب أنا أريد أن أمفي بشكل واسمي نحن لم نوصل سلاحا إلى اليمن لا صواريخ باليستية ولا أسلحة متطورة ولا مسدس مسدس إذا هلأ بتقلي أشرف شي عملت بحياتك أفضل شي عملت بحياتك أعظم شي عملت بحياتك بقلك هو الخطاب اللي ألقيته تاني يوم من الحرب السعودية على اليمن هذا هو الجهاد هذا أعظم من حرب تموز أنا إحساسي هيك نصر الله في مجال آخر يتحدث عن العنصرية والمشكلة كما قلت سابقا عند هؤلاء المسؤولين السعوديين هي الاستخفاف بالإنسان اليمني الحقيقة هي أن مسؤولي دولة أخرى تسمى إيران يستخفون باليمنيين وهذا الأمر موثق بالصوت والصورة شياياني وجبية يمني إنها مثلا بايدون خنجر بخذشهم بسانا يدون لونج شياياني كارتون خاب من اسم شنو يزرع ليش ما في جواب مين اللي عم بيحارب داعش بشار الأسد عم بيحارب داعش بشار الأسد مقر داعش بالرقة ما تخصفوها أنا بعطيك المكان أنا بعطيك الجوجل كورد الإنسان تخصفوها لطالما كان هناك لوم لمحور إيران بأن أطرافه لا تشتبك مع داعش بل يخرج الداعشيون بالبساطة المكيفة من أراضي يسيطر عليها طرف ما من هذا المحور كل التسهيلات وكل الحماية لانسحاب داعش وقيادات داعش وبإمكانياتها من البوكمال إلى شرقي النهر الأمريكي قدم فيها تسهيلات الهليكوبترات الأمريكية كانت تنزل في مناطق داعش وتنتشل قيادات لأن أمريكا ما زالت تصر على توظيف داعش نصر الله يلوم أمريكا هنا لأنها لا تقصف داعش وكان قد لامها سابقا لأن أولويتها التخلص من داعش والأمر كان أن أولويتهم الانتهاء من داعش ما عندهم أولوية تانية وفي المواقف الدولية من سلاح حزب الله دعت الخارجية الفرنسية الحزب إلى نزع سلاحه واحترام السيادة لبنان بالكامل جاء ذلك بعد ساعات على قول الرئيس الإيراني لنظيره الفرنسي إن سلاح الحزب دفاعي فقط موقف لافت عبرت عنه المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الفرنسية أنياس روماتي إسباني التي أكدت أن بلادها تنتظر من حزب الله أن يتخلى عن سلاحه ويتعامل كحزب سياسي يحترم بالكامل سيادة لبنان وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلاة وقالت المتحدثة أن استقرار لبنان يتطلب أن يبقى بمنأة عن توترات في المنطقة مشيرة إلى أن انخراط حزب الله في الحرب في سوريا أمر خطير وبعدما ذكرت بأولوية ضمان الأمن على طول الخط الأزرق أوحت المتحدثة باسم الخارجية أن فرنسا وفي هذه اللحظات الحساسة تواصل الحوار مع كل الأطراف اللبنانية وتشجعها على التوافق من أجل التسيير الجيد لمؤسسات الدولة لأنه لا غنى عنه من أجل استقرار لبنان هذه المواقف الفرنسية أعقبت محادثات هاتفية بين الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون ونظيره الإيراني حسن روحاني الذي أشهد بحزب الله ووصفه بأنه جزء من الشعب اللبناني ويحظى بشعبية كبيرة في بلاده مدعيا أن سلاح حزب الله هو دفاعي فحسب ويستخدم لحماية أراضي لبنان من الهجمات المحتملة وأكد روحاني ضرورة أن يفذل الجميع مساعيهم كي تعيش الأحزاب والقوى اللبنانية إلى جانب بعضها بعضا بأمن وتنعم بحكومة تعمل على تقدم البلاد روحاني الذي زعم أن بلاده لا تسع إلى الهيمن على الشرق الأوسط حذر دول المنطقة من السقوط في فخ إسرائيل وقبل قليل ذكرت رئاسة الفرنسية أن الرئيس إمانوال ماكرون أجرى سلسلة اتصالات هاتفية شملت الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس حكومة الاحتلال بن يمين نتنياهو لبحث أزمات المنطقة بما في ذلك أزمة لبنان وقد جدد ماكرون تأكيد على ضرورة الحفاظ على استقرار وسيادة لبنان مؤكدا دعمه للسياسة اللبنانية القائمة على نأي بالنفس عن صراعات المنطقة النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل بوتين يبحث مع الأسد التسوية السياسية في سوريا زينبابوي تحتفل بانتهاء حكم موغان مشاهدنا الكرام ننتقل مباشرة إلى قصر بعب داحي في تحدث الرئيس ميشيل عون اشتركوا في القناة ايها اللبنانيات ايها اللبنانيون غدا يوم ليس كسائر الأيام وعيد ليس كسائر الأعياد هو يوم الوطن وعيد استقلاله والاستقلال ليس لحظة محددة بزمان ومكان حصلت وانتهت الاستقلال هو عمل دؤوب ونضال متواصل هو قصة شعب دفع الكثير ولم يزل ليبقى سيدا حر القرار وعلى أرض حرة هو تاريخ حافل بالمحطات منها المؤلم ومنها المشرق هو يومكم أيها اللبنانيون هو عيدكم فلا تترددوا في الاحدفال به هذا العهد هو محطة من تلك المحطات وأسعى جاهدا لتكون مشرقة أسعى جاهدا لتبقى كل الإرادات متضافرة لنحصنا معا استقلالنا وسيادتنا وحرية قرارنا ونحفظ استقرار وطننا وسط العواصف التي تضرب المنطقة وأيضا لنكمل معا عملية بناء الدولة فإن نجحنا وسننجح تكون قد وضعنا المداميكة الأساسية لوطن قوي وقدمنا نهجا جديدا في إدارة شؤون الدولة أيها اللبنانيون لقد أعلنت في خطاب القسم أنه في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة من النيران مشتعلة حولنا إلى الداخل اللبناني وأكدت ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية والتزام واحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه لذلك انتهجنا سياسة مستقلة تماما وتحاشينا الدخول في النزاعات ودعونا إلى الحوار والوفاق بين الأشقاء العرب ولما نزل لأن في الحروب الداخلية خصارة حتمية للمنتصرين كما للمهزومين ولا معنى للحالين لأن الخصارتات الكبرى تقع على الوطن لقد نأى لبنان بنفسه ولكن للأسف الآخرين لم ينأوا بنفوسهم ولا بنفوسهم عنه فمع بدء الحرب في سوريا بدأت التنظيمات الإرهابية تخترق حدودنا الشرقية وتتغلغل إلى الداخل اللبناني محاولة السيطرة على ما أمكنها من قرى وبلدات ومناطق زارعة الموت والدمار عبر تفجيرات إرهابية طالت كل لبنان ونحن على الرغم من انتصارنا على الإرهاب وتحرير أرضنا منه ما زلنا نتساءل من أين جاء الإرهاب إلى اللبناني من أرسله من موله من سلحه ومن دربه ولماذا أليس لضرب الاستقرار وزرع الفتمة وقد شهدنا مآل الأحوال في الدول العربية التي تمكنت منها تلك التنظيمات من ناحية ثانية تربض إسرائيل على حدودنا الجنوبية وتاريخها مع لبنان ومنذ قيامها حافل بالاعتداءات والحروب التدميرية من اعتداءات الستينات والسبعينات إلى اجتياحها للبنان في العام 82 ووصولها إلى بيروت واحتلالها نحو نصف لبنان ثم انسحابها محتفزة بأجزاء من الجنوب تحت سيطرتها لثمانية عشر عاما شنت خلالها سلسلة حروب تدميرية منها تصفية الحساب في العام 1993 وعناقيد الغضب في العام 1996 ومجزرة قانا الأولى وتدمير محطات تحويل الكهرباء في العام 1999 حتى اضطرت إلى الانسحاب في العام 2000 تحت ضغط مقاومة اللبنانيين لتعود في العام 2006 وتشنى حربا جديدة ارتكبت خلالها أبشع المجازر ودمرت البنى التحتية بما فيها الجسور كما دمرت أيضا العديد من القرى وضاحية بيروت الجنوبية ولكنها هذه المرة لم تستطع تجاوز الحدود وهي اليوم تنتهك سيادتنا برا وبحرا وجوا بشكل مستمر غير آبهة بالقرارات الدولية وتهددنا بحروب جديدة وتدمير جديد أليس أجدى أن تبادر الأسرة الدولية إلى مقاربة جديدة تقوم على الحقوق والعدالة وحق الشعوب في تقرير مصيرها تعالج عبرها قضايا السلاح والتسلح والحروب أيها اللبنانيون في كل تلك المراحل والمحطات كان لبنان يدفع أغلى الأسمان ويحاول جاهدا إبعاد شبح الفتنة فالوطن الذي بذل الدماء سخية شعبا وجيشا ضد العدو الإسرائيلي كما التكفير وسطر بطولات وتضحيات في تحرير أرضه من الأسنين معا ليس وطنا تسهل استباحته ما دام يعتصم بوحدته الداخلية في وجه الفتنة التي هي الشر الأكبر إنما تلقاه لبنان هو تداعيات صدمات وشزايا الإنفجارات ولا شيء ينفع في معالجة التداعيات إن لم يقفل باب النزاعات ولكنه في كل الحالات لم ينصع إلى أي رأي أو نصيحة أو قرار يدفعه باتجاه فتنة الداخلية ومن يريد الخير للبنان يساعده على تحصين وحدته لأنها صمام أمانه وفي هذا السياق تأتي الأزمة الحكومية الأخيرة والإشكالية التي أحطتها وصحيح أنها عبرت إلا أنها قطعاً لم تكن قضية عابرة لأنها شكلت للحكم والشعب اللبناني اختباراً صادماً وتحدياً بحجم القضايا الوطنية الكبرى يستحيل إغفالها والسكوت عنها فهل كان يجوز التغاضي عن مسألة واجب وطنياً فرض علينا لاستعادة رئيس حكومتنا إلى بلده لأداء ما يجبه عليه الدستور والعرف استقالة أو عدمها وعلى أرض لبنان ثم أنها أولاً وآخراً مسألة كرامة وطن وشعب أظهر حيالها تماسكاً وطنياً فريداً فالسيادة كل لا يتجزأ سواء على الأرض أو في السياساتين الداخلية والخارجية أيها اللبنانيون وسط الغليان الحاصل حولنا وضع رسائل أود توجيهها بكل صراحة وصدق رسالتي الأولى هي للأشقاء العرب إن التعاطي مع لبنان يحتاج إلى الكثير من الحكمة والتعقل وخلاف ذلك هو دفع له باتجاه النار وعلى الرغم من كل ما حصل لتزال أمالنا معقودة على جامعة الدول العربية بأن تتخذ المبادرة انطلاقاً من مبادئ وأهداف وروحية ميساقها فتحفظ نفسها والدول الأعضاء فيها وتنقذ إنسانها وسيادتها واستقلالها وأتوجه أيضاً إلى المجتمع الدولي المدرك لأهمية الاستقرار في لبنان وأدعوه لزصونه من خلال التطبيق الكامل للعدالة الدولية أما إلى اللبنانيين فأقول بوحدتكم تخطيتم الكثير من الصعاب والأزمات والمخاطر فلا تسبحوا للفتنة أن تطل برأسها بينكم لأنها الدمار الشامل الذي لا ينجو منه أحد وحدها وحدتكم هي المنقذ هي أمانكم هي استقراركم وهي مستقبل بطنكم وأولادكم وإلى جيشنا وقوانا الأمنية أقول أنتم حراس الوحدة الداخلية وحمات الحدود فكونوا دوماً جاهزين لأداء واجبكم والوفاء بقسمكم أيها اللبنانيات أيها اللبنانيون لقد دفعنا جميعاً أغلى الأسمان كي يعود الاستقلال عيداً بعد إن كان ذكرى فافرحوا به واحتفلوا وهذا حقكم وصنوه وحافظوا عليه وهذا واجبكم عشتم عاش لبنان حراً سيداً مستقلاً إذن كنا في نقل مباشر من قصب عبدة حيث تحدث رئيس الجمهورية العماد ميشيل العون لمناسبة عيد الاستقلال ونتابع النشرة خلال زيارة خاطفة ومفاجأة إلى سوتي التقى الرئيس الروسي بلاديمير بوتين برئيس النظام السوري بشار الأسد وبحث معه سبل تنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية وبعد اللقاء إجرى بوتين سلسلة اتصالات هاتفية شملت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدداً من قادة المنطقة في زيارة استارغت أربع ساعات فقط استقبل الرئيس الروسي بلاديمير بوتين رئيس النظام السوري بشار الأسد في سوتي التي ستستضيف الأربعاء قم بين قادة روسيا وتركيا وإيران وقبل جولة جديدة من محادثات السلام السورية في جونيف الرجلان وبحسب الكريملين بحثا المبادئ الأساسية لتنظيم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية الرئيس الروسي هنأ الأسد على النتائج التي قال أنه حققها في مكافحة الإرهاب القريب من هزيمة نهائية وراء النوحان الوقت للانتقال العملية السياسية بات من المهم الآن التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا الأسد مستعد للعمل مع كل ما يريد السلام والاستقرار في سوريا أود أن أستمع إلى تقييمكم للحالة الراهنة وأفاق تطور الوضع بما في ذلك رؤيتكم للتسوية السياسية التي حسب ما تبدو لنا ومن دون شك في نهاية الأمر ينبغي أن تتم تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة نحن نعويل على مشاركة نشطة لمنظمة الأمم المتحدة في المسار نفسه وكذلك في المرحلة النهائية من جهته عبر الأسد لنظيره الروسي عن امتنان الشعب السوري للمساعدة التي قدمتها روسيا في الدفاع عن وحدة سوريا واستقلالها نحن نعمل بأن تنجح روسيا في تثبيت ما تقوله دائما منذ ذلك الأزمة هو عدم التدخل الخارجي في أي عمل سياسي في سوريا وإنما فقط دعمه من الخارج وهذه هي المرة الثانية التي يزور فيها الأسد روسيا بعد زيارة صادقة جرت قبل عامين وتم الإعلان عنها بعد اختتامها في غضون ذلك أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي سحق تنظيم داعش من العراق بعد ساعات على إعلان إيران انتهاء التنظيم المتطرف في سوريا والعراق هذا اعتبر الحرس الثوري الإيراني أن الحضور القوي لحزب الله كان له دور أساس في هزيمة داعش بسم الله الرحمن الرحيم أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني نهاية تنظيم داعش في سوريا والعراق حيث تقاتل قواته هناك أشكر أزهمية أشكر جميع المدافعين عن الإسلام ودبلوماسي البلاد والحكومة والأمة والقوات المسلحة وكذلك شعوب إيران والعراق والسوريا ولبنان لأنها وضعت حدا للتنظيم الذي لم يحمل إلا الشر والشدائد وقتل الناس والأضرار البربرية لقد تم اجتثاث جذور هذه الجماعة الإرهابية وإنه إنجاز عظيم ويأتي إعلان روحاني بعد رسالة بعتها قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني إلى المرشد الأعلى علي خامنئي أعلن فيها نهاية تهيمنة شجرة داعش الخبيثة سليماني شبه بداية الثورة السورية بفتنة خطيرة مثل فتنة حقبة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالعالم الإسلامي وقال أن الفتنة هذه المرة كانت أكثر تعقيدا ومتسوسة بالسم الصهيوني والاستكبار وزعم سليماني في رسالته إلى خامنئي أن ثبات الحكومتين العراقية والسورية والجيشين والشباب في هذين البلدين لا سيم الحجد الشعبي المقدس وبقية الشباب من سائر بلدان العالم الإسلامي والحضور القوي لحزب الله بقيادة حسن نصر الله كان لها دور أساسي في هزيمة هذا التيار الخطير على حد تعبيره وصد هذه الأجواء أيد مجلس الوزراء السعودي مقرارات الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب وخلال جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض شدد مجلس الوزراء السعودي على مضمون البيان الختمي لجهة إدانة مختلف الأعمال الإرهابية التي ترفضها إيران وتدخلاتها المستمرة في شؤون الداخلية العربية ولجهة التأكيد على ضرورة امتنائها عن دعم الجماعات التي تؤجج النزاعات الطائفية ولسيما في دول الخليج العربي من جانبها ردت البحرين على الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي وصف الجامعة العربية بأنها منظمة مترهلة وعديمة الفائدة ونفى أي علاقة لإيران بالصاروخ الباليستي الذي أطلق على الرياض وقد غرد وزير الخارجية البحريني شيخ خالد بن أحمد الخليفة عبر تويتر قائلا ما يدعي بأن الجامعة العربية عديمة الفائدة هو نفسه الذي وقفت له الجامعة بالمرصاد لاستهدافه الدول العربية بهدف إسقاطها والسيطرة عليها شهدت الهيئة العليا للمفاوضات السورية استقالات جماعية عشية انطلاق مؤتمر الرياض 2 وقبيل محادثات جناف المرتقبة نهاية الشهر الجاري المعارضة وضعت الأمر في إطاره الطبيعي أما الروسيا فاعتبرت أن هذه الخطوة تساعده على توحيد صفوف معارضة الداخل والخارج في العراق قتل 32 شخصا وجرح نحو 60 في هجوم نفذه انتحاري بسيارة مفخخة واستهدف سوقا مزدحما في أحد أحياء قضاء تزخور مارتو شمال محافظة صلاح الدين أوقفت رئاسة الفلسطينية اتصالاتها مع الولايات المتحدة ردا على إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وتزامن ذلك مع انطلاق اجتماعات تستمر ثلاثة أيام للفصائل الفلسطينية في القائرة لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين فتح وحمس نظهر أكثر من أربعة ألاف إيراني أمام مبنى مكتب النائب العام في طهران مطالبين باسترداد أموالهم المنهوبة من قبل المؤسسات الحكومية عمت الاحتفالات الشعبية في شوارع زينبابوي بعدما أعلن الرئيس روبرت موغابي استقالته من منصبه منهيا حكما استمر سبعة وثلاثين عاما وقد تل رئيس البرلمان رسالة استقالة موغابي خلال جلسة طارئة لمجلس النواب مما أثار موجة تصفيق حادة تحت قبة البرلمان وفجر احتفالات عارمة في الشوارع وفي المسائية تتابعون بعد الفاصل في ذكرى الاستقلال قائد الجيش يدعو للتصدي لأي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة والحكم بعدام طارق يتيم قاتل المواطن جورج الريف في ذكرى الاستقلال تلقى رئيس الجمهورية ميشيل عون برقية تهنئة من عدد من رؤساء دول العالم أبرزها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أكد أن لبنان شريك قوي للولايات المتحدة في مواجهة الإرهاب وتطرف وقال نحن نقف بثبات مع لبنان سنواصل دعم جهود بلدكم لحماية استقراره واستقلاله وسيادته عون تلقى أيضا برقية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود مهنئا ومتمنيا لرئيس الجمهورية الصحة والسعادة وللشعب اللبناني مزيدا من الازدهار كما أعرب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في برقيته للرئيس عون عن تمنياته له وللحكومة وللشعب اللبناني بالتقدم الدائم الرئيس الأمريكي أبرق أيضا إلى رئيس مجلس نواب نبيه بري مهنئا بعيد الاستقلال وجاء في البرقية إن الولايات المتحدة تقدر كثيرا لعلاقات الثقافية والعائلية والسياسية والاقتصادية الدائمة بين شعبين وبلدين كما شدد ترامب على الشراكة مع لبنان في مكافحة الإرهاب مؤكدا مواصلة دعمه وحمايته وأيضا لمناسبة الاستقلال وضعت أكليل من الزهر على أضرحة رجالات الاستقلال ومن أمام ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري رجل الاستقلال الثاني أعرب الوزير نهاد المشنوق عن أمله بتمكن اللبنانيين من العيش بحرية وسيادة مهما بلغت الصعوبات على وقع لحن الموتى وضع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري باسم الجمهورية اللبنانية فيما أدى ثل من الجيش اللبناني التحية المشنوق ومن أمام الضريح أكد أن الرئيس الشهيد استطاع أن يعطي لبنان المعنى الحقي للاستقلال الأهم أنه ببلد مثل لبنان الاستقلال معركي دائمي لا تتوقف واللبنانيين دايما جاهزين ودايما حاضرين ودايما قادرين أنه يحققوا استقلالهم مهما بلغت الصعوبات ومهما كانت القوة اللي عم تواجه هذا الاستقلال وعلى ضريح الرئيس صائب اسلام في منطقة قسقص قام وزير الاتصالات جمال الجراح بوضع إكليلا من الزهر كذلك فعل وزير العدل سليم جريساطي على ضريح الرئيس رياض الصلح في الأزاع أما النائب محمد قباني فوضع إكليلا من الزهر على ضريح رئيس حزب النجادة عدنان الحكيم في مدافن البشورة أيضا وعلى ضريح حبيب أبو شهلة في ماريليز بطينة مثل النائب ميشيل موسى الرؤساء مكرما رجل الاستقلال وفي خلدي وضع وزير السحة غسان حصباني إكليلا من الزهر على ضريح الأمير مجيد رسلان أما في صيدة فوضع النائب علي خريس إكليلا باسم الرؤساء الثلاثة على ضريح الرئيس الراحل عادل عسيران في حسينية البوابة الفوق وفي طرابلس قام وزير الدفاع الوطني عقوب الصراف ممثلا الرؤساء الثلاثة بتكريم رجل الاستقلال الرئيس عبد الحميد كرامي إلى ذلك وضع النائب عن ريحل إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس كميل شمعون في دار القمر وعلى تمثال الشهيد بيرل جميل في بكفية وضع النائب عطف مجدلاني إكليلا من الزهر أما قلعة الاستقلال في مدينة رشية فغصت بالوفود التي أحيت المناسبة في احتفال أقيمة في باحة القلعة ولمناسبة ذكرى الاستقلال دعا قائد الجيش العسكريين إلى التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة بهدف إثارة الفتنة وتعريض الوحدة الوطنية للخطر ذكرى الاستقلال هذا العام تعود في وقت لا تزال الأصداء الإيجابية لعملية فجر الجرود تتردد محليا ودوليا بعدما تكللت بانتصاركم على الإرهاب هكذا استهل قائد الجيش العماد جزيف عون كلامه إلى العسكريين قائلا إن الأوضاع السياسية الاستثنائية التي يمر بها لبنان تستدعي منكم التحلي بأقصى درجات الوعي واليقظة والمواظبة على اتخاذ التدابير الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار الأمني لأن هذا الاستقرار يشكل قاعدة صلبة لإعادة إنتاج الحلول السياسية المنشودة وجسر عبور للانتقال مجددا من ضفة القلق والشك إلى ضفة الخلاص والإنقاذ ودعا قائد الجيش العسكريين إلى عدم التهون مع الخارجين على القانون والنظام وممتهني الجرائم المنظمة والاعتداء على المواطنين وإلى التصدي بكل حزم وقوة لأي محاولة لاستغلال الظروف الراهنة بهدف إثارة الفتنة والتفرقة والفوضى وتعريض وحدتنا الوطنية وسلمنا الأهلي ومصالح اللبنانيين للخطر كما دعاهم إلى متابعة العمليات الاستباقية ضد الخلايا والشبكات الإرهابية حتى توقيف كل متورط بدماء الجيش والشعب اللبناني وإحالتهم على القضاء المختص لينالوا جزائهم العادل وإلى الجهوزية التامة على الحدود الجنوبية لمواجهة تهديدات العدو الإسرائيلي وخلوقاته وما يبيته من نيات عدوانية ضد لبنان وشعبه وجيشه كما إلى الصهر الدائم على حسن تنفيذ القرار 1701 بالتنصيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة في لبنان حفاظا على الاستقرار إلى ذلك زار قائد الجيش على رأس وفد من القيادة رئيس الجمهورية ميشيل عون في قصر بعبدة وقد سلم الوفد الرئيس عون بزة القتال الجديدة التي ستعتمدها المؤسسة العسكرية والتي ارتداها قائد الجيش وأعضاء الوفد الذي رافقه يصادف اليوم ذكرى استشهاد الوزير والنائب بيار الجميل وللمناسبة غرد الرئيس سعد الحريري قائلا في ذكرى استشهاد الصديق والأخ بيار الجميل نكرر وفاءنا لشعاره وشعارنا لبنان أولا أضاف الحريري لن أنسى أبدا كم كنت وفيا يا بيار أكد النائب إبراهيم كانعان عقب الاجتماع الأسبوعي لتكتل التغيير والإصلاح أن الوحدة الوطنية التي تجلت في الأسبوعين الأخيرين ليست خيارا بل واجب جميع اللبنانيين المحافظة عليها وأشار إلى أن عودة رئيس الحكومة سعد الحريري تفاعل عمل المؤسسات من جديد هذه العودة اللي واحدة تفتح مصار الدستوري من جديد بتفاعل عمل المؤسسات وبالتالي ترجع تنتج حركة سياسية لاستكمال ما كنا قد بدأناه ولعودة الحياة السياسية في لبنان إلى طبيعتها وهون من شدة مهما كانت الخيارات وخيارات كل الأطراف هذا الأمر بحد ذاته كيفي لاستعادة السأل بكاملة بعد سنة ونصف السنة على جريمة قتل المواطن جورج الريف على يد طارق يتيم أصدرت محكمة جنايات بيروت حكما بالإعدام بحق الجاني بينما أعلنت براءة صديقته التي كانت برفقته أصدرت محكمة جنايات بيروت حكما بالإعدام على طارق يتيم المتهم بجريمة قتل جورج الريف وأعلنت براءة الضنينة لينا حيدر الحكم القابل للتمييز صدر بعدما ختمت محاكمة يتيم في السادس عشر من تشرين الأول الماضي في قضية لم تخلو من صعوبات نظرا لتغيب محام الدفاع عن يتيم المحام أنطوان طبية عن جلسات المرافعة خمس مرات ما دفع حينها المحكمة إلى توجيه كتاب لنقابة المحامين لاتخاذ إجراءات تأديبية بحقه حكم الإعدام بحق يتيم جاء بعد تحقيقات مكثفة أجرها القضاء المختص في أسباب هذه الجريمة التي وقعت في العام 2015 بعد خلاف بين الضحية والجاني على أحقية المرور على طريق المطار قبل أن يلحق به إلى منطقة الصيف حيث نفذ جريمته على مرء من المرة ووثقتها كاميرات المراقبة في المنطقة وأظهرت إقدام يتيم على ضرب الريف ثم طعنه بسكين 17 مرة نفذ يتيم جريمته مساء الأربعاء ترك مسرح الجريمة ورحل كأن شيئا لم يكن وبحسب التحقيقات شرب العصير وأكل الشوكولات في متجر مجاور من دون ندم ثم توجه إلى منزله ونام إلى أن ألقي القبض عليه فجر اليوم التالي توصلت قوى الأمن الداخلي إلى معرفة الجاني الذي قام بإحراق مركبتين تعودان لسعوديتين قبل خمسة أيام في المصيد وجاء في بيان صادر عن قوى الأمن أن الجاني اعترف بإحراق السيارتين بسبب خلاف عائلي نافيا أي خلفية سياسية لعمله فلأن نصل إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولا النقاش مساء الخير بجولتنا على أسواء اليوم رح نتطرق إلى أداء القتاع السياحي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي وفقا لتقرير صادر عن بانك ماد ومستند إلى أرقام من وزارة السياحة بلغ عدد السياحين القادمين إلى لبنان حوالي مليون واربعمية وتسعة واربعين ألف سائح أي زيادة سنوية بنسبة 11.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق والملفت كان إجمالي عدد السياح الوافدين خلال الفترة الممتدة بين كنون الثاني وقيلول وهو الأعلى من العام 2012 نسبة الوافدين من الدول الأوروبية شهدت أعلى زيادة على أسس سنوية بنسبة 12.7% وقتت بالمرتب الثاني نسبة السياحين من الدول العربية يلي ارتفعت بنسبة 12.1% وفقا للأرقام يلي نشرتها شركة جلوبل بلو لبنان توافد السياحين أدى إلى ارتفاع إجمال الإنفاء السياحي بلبنان بنسبة 7% وذلك خلال الربع الثالث منها العام تشدر الإشارة إلى أن توزيع الإنفاء وفقا لبلد الإقامة كان متفاوت بحيث شكل إنفاء المقبلين من المملكة العربية السعودية 15% وثالثة دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة 12% لكويت 7% وسوريا 5% أما من ناحية السلع يلي شكلت محطة جذب للسائحين احتل تسوق الملابس المرتبة الأولى بحصة 70% من إجمال الإنفاء السياحي وثالثة شراء الساعات والمجوهرات بنسبة 15% هذه كانت أخبارنا لليوم أنا بشوفكم بكرة حال التقص مع كرن خراط تقص بتقلب عم بسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرق إلى البحر الأبيض المتوسط تفاصيل كلها بعد شوي هلأ مروح على الدول العربية لنشوف كيف عم بيكون تقصة ومنبلل جولتنا بتونس 22 درجة رابط 23 للجزائر 21 درجة بغداد 21 دمشق 17 قدس 19 عمان 14 درجة ومنختم مع الكويت 26 الدوحة 30 أما رياض بتسجل 27 درجة هلأ مننتقل على لبنان بكرة الأربعة تقصنا غائم جزئيا وعنا احتمال لتساقط أمطار بالفترة الصباحية لتوصل حرارة أقصاها على الساحل للعشرين درجة أدنيها 14 بالنسبة للجبل 14 درجة أما بالداخل بتسجل أقصاها 16 درجة تفاصيل أكتر منروح على الخريطة اللبنانية ومنبلل جولتنا بعكار 18 درجة ترابلوس 19 الأرز 4 الكورة 20 درجة الهرميل 18 الأعى 19 بعلبك 11 رية 13 درجة منكافة بالمناطق اللبنانية على جبال 17 ميروبة 6 جول سننتقل إلى قصر الاتحادية في مصر حيث نستمع إلى الرئيس سعد الحريري وعلى العشاء كان في حديث طويل هذا الحديث كان مبني على استقرار لبنان وعلى ضرورة أنه نحن كاللبنانيين في المنطقة أنه يكون فيه وخاصة في لبنان يكون فيه نأي بالنفس عن كل السياسات الإخليمية فأنا بشكر مصر على دعمها بشكر سيادة الرئيس السيسي على دعمه للبنان ودعمه لإستقرار لبنان وإن شاء الله بكرة عندنا عيد الاستقلال في لبنان يكون عيد لكل اللبنانيين وإن شاء الله ماقف السياسة مثل ما قلت ببريز سيكون في لبنان وليس سأحكي عن السياسة ويعطيكم العافية شكرا إذن بكلمة مختصرة قال الرئيس سعد الحريري من قصر الاتحادية أن الحديث بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي تطرق إلى استقرار لبنان وضرورة اتباع سياسة النائب النفس شاكرا مصر والرئيس السيسي على دعمه للبنان واستقراره متمنيا أن يكون غدا يوم الاستقلال يوما جيدا للبنان وطبعا ختم الرئيس الحريري قائلا موقف السياسي سيكون في لبنان ختاما لهذه النشرة نذكركم بأبرز عنوينها الحريري في القاهرة يجي مباحثات مع الرئيس المصري قبل قدومه إلى لبنان بس توصل بتنور لبنان لأنه بدونه لبنان معتب مظلم تحت شعار كنا معك التحضيرات اكتملت للاحتفال بلقاء الحريري غدا روحاني يصف الجامعة العربية بالمنظمة المترهلة وفرنسا تطالب حزب الله بنزع سلاحه واحترام السيادة لبنان إلى هنا تتهدي النشرة من لينا ومني ومن فريق الأخبار أطيب الأمنيات وإلى اللقاء أعلن استقالتي من رئاسة الحكومة اللبنانية بعد بكير كتير حتى يلحكى باستيقال الحكومة اشتركوا في القناة